اليوم إذا نريد أن نتحدث عن موضوع الشحة المائية وأسباب الشحة المائية حقيقة تتمحور في أسباب متعددة منها تأخذ الجانب الفني وأخرى تأخذ الجانب الطبيعي على سبيل المثال مثلا نهريد جدول فرات اليوم التوسع الكبير لتركيا بإنشاء السدود الخزنية والتوسع بالمشاريع الإروائية أثرت بشكل كبير جدا حقيقة بالتحكم والسيطرة على المياه وإرادات العراق المائية يضاف إلى موضوع النمو السكان الكبير أيضا الذي حصل على طول حوض النهر وخصوصا في دول المنبع هذا الجزء عادة ما نصنفه ضمن الأمور الفنية أما الأمور الطبيعة الأخرى فهي طبيعة السنين المائية متغيرة نحن كنا نذكر في عام 2019 كان السنة مطارية سنة فيضانية بجدارة استطاع حقيقة العراق استفادة وزارة الموارد المائية كان لها جهود متميز بالاستفادة من كل الإرادات وزيادة الخزين المائي في عموم السدود والخزانات للمنظومة الخزنية بالعراق وبالنتيجة خدمتنا بشكل كبير للمواسم التي تلتها والتي عانينا بها من ظروف شحة مائية وسنين